أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي عزيزاتي سيدات السادة المشاهدين الكرام لا تفصلنا اليوم سوى أيام قلائل وقلائل جدا عن الاقتراع الذي اختير له يوم 28 ستنبر 2021 والذي نعتبره أن يكون عرسا ديمقراطيا عرسا وطنيا تتوج فيه الديمقراطية بكل تجليتها نحن في حزب الاتحاد الدستوري أعددنا طبعا برنامجا انتخابيا جامعا وشاملا هذا البرنامج الذي استيقى من نبض الشارع ومن تطلعات وانتدارات وهموم كل المواطنين والمواطنات هذا البرنامج الذي اخترنا له داخل حزب الاتحاد الدستوري شعارا وهو المغرب الذي نريد المغرب الذي نريد هو المغرب الذي يريده كل المغاربة مغرب الفرص، مغرب الكفاءات، مغرب التجديد، مغرب بدون ريع، مغرب إقلاع اقتصادي وتنمية مستدامة مغرب الإشعاع والاستقرار والتبصر طبعا هذا البرنامج له خمس محاور أساسية اعتبرناها كأولوية أساسية داخل حزب الاتحاد الدستوري من بين هذه الأولويات الأولوية الأولى التي تهتم بالدرجة الأولى بالرأس مال البشري واعتبرنا أن إعداد وتكوين الرأس مال البشري طبعا عن طريق إجراءات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وهي محاربة الأمية والأمية الرقمية لدى الجنسين وكذلك الاستثمار في الأطفال وفي الناشئة وإعداد تكوين ملائم يتناسب ومتطلبات سوق الشغل على المستوى الإنتاجي على مستوى التشغيل وعلى مستوى الصناعي وكذلك الاستثمار في البنية أو الميزة الديمغرافية قبل انتخالها إلى مرحلة الشيخوخة ثم أولوية ثانية وهي تعزيز الدور الاجتماعي والإدماجي للدولة واعتبرنا داخل حزب الاتحاد الدستوري على أن هناك ثلاث حاضنات اجتماعية أساسية مترابطة مع بعضها البعض وهي فضاء الأسرة فضاء التربية والتكوين والتعليم ثم فضاء التشغيل وهم فضاءات أو هن فضاءات يصب الواحد والآخر وبالتالي اعتبرنا على أن فضاء الأسرة أو الأسرة بأكملها والتي هي النواة الأساسية للمجتمع والأسرة نواتها الحقيقية هي المرأة اعتبرنا أن ينبغي توفير صحة جيدة للمرأة وخاصة صحة الإنجابية وتوفير عدالة صحية تسعى لكل المواطنين والمواطنات تضمن كرامتهم أثناء العلاجة ومن ثم نستحضر كذلك الحماية الاجتماعية التي صوتنا مؤخرا على القانون إطارها داخل قبة البرلمان والذي نتمنى ولنا الطموح كبير داخل حزب التحدي السوري أننا إن شاء الله سنقوم بتنزيل هذا القانون الإطار تنزيلا حقيقيا حتى يتمكن كل مواطنين من المواطنات من حماية اجتماعية أساسية تضمن يعني تغطية صحية شاملة لكل المواطنين والمواطنات وكذلك تضمن تقاعد مريح ومهم لكل فئات المجتمعية ثم كذلك محور مهم وأساسي وهو الأولوية الجهوية المتقدمة ونعتبر على أن ترتيخ دور الأساسي للجهوية في بلورية السياسات العمومية دور أساسي وريادي ثم كذلك تقوية المنظومة الجهوية الداعمة لللا تمركز ولا مركزية على المستوى الترابي وكذلك توطين المشارع والبرامج التنموية وكذلك الموارد الجبائية على المستوى الترابي سواء جهويا سواء إقليميا سواء محليا ثم كذلك عنصر مهم وأساسي وهو أولوية نعتبرها في حزب الاتحاد الدستوري هو مغرب الاستقرار مغرب الإشعاع مغرب التبصر ونعتمد هنا على أن الدبلوماسية الموازية دبلوماسية أساسية مهمية على مستوى الاقتصادي على مستوى السياسي على المستوى التقافي وعلى مستوى الريادي طبعا إلى جانب الدبلوماسية الرئيسية الرسمية للبلاد التي تقوم كذلك بدور فعال ثم تنويع الشركاء الدوليين على الصعيد الدولي وترسيخ انفتاح المغرب على محيطه الدولي والإقليمي ثم تعزيز الدور الريادي للمغرب على المستوى كذلك الدبلوماسي على المستوى الاقتصادي على مستوى السياسي هذا مختصر برنامج حزب الاتحاد الدستوري وهو برنامج طموح ونتمنى لكل المواطنات والمواطنين الذين يثقون في هذا الحزب أن يصوتوا بكثافة لحزب الاتحاد الدستوري حزب الحصان حزب الأمل حزب التبصر وحزب الحكمة والرزانة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى